السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مطبخ نيمون رفاعي النهاردة إن شاء الله هنعمل قرص طريقة وجميلة جدا بس هي الفكرة إن أنا كان معايا 2.5 كيلو لبن ولقيته قطع مني فهو طبعا الحل إن أنا أعمل اللبن القطع بهم حاجتين بس الجبنة أو هي إما المعجنات فأنا بصراحة استخدمتها في المعجنات أهو زي ما انتوا شايفين أهو اللبن لقيته قطع مني وكتل كده فأنا قلت لازم استفاد به بدل يعني خسارة بصراحة أول حاجة بقى هجيب معايا 3 كيلو دقيق عشان أنا اللبن اللي معايا 2.5 كيلو فجيبت عليهم 3 كيلو دقيق هنخلو الدقيق ده كويس بعد ما نخلته بقى هنروح ضيفة معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكيس بيكين بودر بعد كده بقى هضيف السكر السكر أنا حطيت نفس كيلو عايزة تقلليه براحتك عايزة تزوج دي حاجة ترجعلك بعد كده هقلب المكونات الجافة الأول مع بعض بعد كده هكون مجهزة نص كباية سمنة وكباية زيت بروح حطاهم هقلبها بس تقلبتين كده لكن مش هدعك فيها جامد عشان خاطر يعني ما تبقاش من جوه مكتومة هقلبها بس كده تقلبتين عشان أنا مش عايزة بسها بعد كده بقى هضيف اللبن واللبن لما اجي هضيفه هضيف كباية كباية عشان مثلا ايه ما يعملش معايا جامد وما كونش أعرف ألم العجينة كويس لأنا حطت أنا أحسن كباية كباية كده زي ما انتم شايفين بحط كباية وروح عجنة بحط كباية وروح عجنة لغاية بقى ما تتلمي معايا ولما تتلمي معايا بقى بزود اللبن يعني شوية بشوية معلقة معلقة كده بالزبط أنا كده هو برضو بلمها يا بدأتها هي تتلمي معايا بس هي محتاجة ان هي تتعجن كويس دي بعد ما عجنتها كويس وبردو كانت لسه برضو عايزة تتعجن تاني أو زي ما انتم شايفين أنا بضيف معلقة معلقة بخلي العجنة تشرب اللبن كويس جدا وروح تانية الحرف بتاعها وروح حط عليه برضو معلقة لبن وهعمل برضو واعجن بها برضو يعني لو حتى انتم زودتوا اللبن ما تخافوش دي حاجة مش وحشة يعني بالعكس اللبن العجنة وتشربها بعد كده بقى غطيها واسيبها تخمر لمدة ساعة يا كده كانت خمرت اهي بعد كده بقى هقطع وطبعا الحشبة زي ما انت عايزة عايزة تحشاها عجوة عايزة تحشاها جبنة عايزة تحشاها اللي انت عايزة عايزة تحشاها ملبن انا عن نفسي بحشي جبنة جبنة الحدقة كمان بصراحة بتبقى طعمها خطيرة بعد كده حطيت اهو زي ما انتم شايفين وهلمها وهجيب بقى صاج اللي هروس فيه وادخل الفرن وادنو زيت واروح مدخلة واسيب الاول للعجينة ترتاح معايا بعد ما كورتها اه اسيب بس العجينة ترتاح معايا يرتحت معايا نصف ساعة كده بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 اشغالها الاول من تحت بعد كده اول لما تحمرها من تحت اروح مشغالة الشواية عليها وهي النتيجة هي بصراحة جميلة جدا واللبن القاطئ استفدت به مرة متوش لا بالعكس استفدت به وبحاجة كويسة جدا كمان اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واتنسونيش في اللايك والاشتراك ولو اول مرة تشوفوا قناتي فعلوا زرار الجرس عشان يوصلوكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة